اشتركوا في القناة هي في الجبهات الأولى من أجل مقاومة هذا الفيروس وأيضا من أجل حماية الأفراد والممتلكات حديثنا اليوم سيجمع ما بين مكافحة الإجرام وما بين علم الاجتماع لمن درس علم الاجتماع الإجرامي يعرف جيدا علاقة هذين المصطلحين في ثنائية الإجرام والمجتمع للحديث عن هذا الموضوع سعدت وأسعد باستقبال كل من السيد المقدم زيغد عبدالقادر مختص في علم الإجرام بقيادة الدركيا الوطني مرحبا بكم سيدي مساء الخير وشكرا للدعوة شكرا لتربية الدعوة أيضا ويحضر معنا أيضا الأستاذ سمير عيمر أستاذ علم الاجتماع بجامعة الجزائر الثنيين مرحبا بكم سيدي أهلا وسهلا بكم وأسعد كثيرا بوجودي هنا مع ضيف الكلمة مرحبا أستاذ قبل أن نبدأ وكما قدمت له قامت مصالح الأمنية المصالح الأمنية المختلفة لا سيما مصالح الدرك الوطني بعمليات نوعية ودقيقة لحماية الأفراد والمجتمعات سواء ميدانيا أو سمان سواء أيضا في مكافحتهم للجريمة السيبرانية نتابع هذه الأمثلة مما قامت بهم أخرا مصالح الدرك الوطني ثم نعود إلى الفيضات تم تشكيل دورية مدعمة بوصائل الأمن والتدخل أين أفضل التدخل السريع وتطويق المكان إلى توقيف أفراد العصابتين من المنحارفين وذوي السوابق العدلية الذين قاموا بنشر الرعب والفوضى والخوف والهلع وسط السكان مستعملين في ذلك أسلحة بيضاء وكلاب شرسة مما تسبب حالة إغماء نتيجة شرسة وخطورة المشاشرة وسط السكان كما حاول أفراد العصابتين الفرار من خلاف القفز من أسطح المنازل المجاورة مما تسبب في الإخلال بالنظام العام ونشر الفوضى والرعب وتقريب ملك الغير هذه العملية النوعية مكرت من توقيف 14 شخصا مدججين بمختلف الأسلحة البيضاء متمثلة في سكاكين حجم كبير حجم صغير ألعاب نارية سينيال مستعملة من حجم الكبير ساطور قضبان حديدية نازع مسامير منجل في إطار محاربة ظاهرة الجريمة الإلكترونية وبالاستعانة بخبراء المصلحة المركزية للأمن السيبرياني للدرك الوطان فمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطاني بسيدي أبالله من توقيف شخص في ظرف وجيز صاحب الفيديو قام ببث مباشر على حسابه محرّضا من خلاله على كسف الحجر المنزلي المفرور من طرف السلطات الإدارية نعود إلى البلاطو إذن مشاهدين حماية الأفراد والممتلكات السيدة المقدمة زيغد عبدالقاد المحاربة هذه الشبكات الإجرامية كان محورا رئيسيا للعمل اليوم والميدان لمصالح قيادة الدرك الوطني كنا شفنا مؤخرا في العاصمة مثلا على سبيل المثال لا الحصر العمليتين النوعيتين الأولى في عين الملحة ثم الثانية أيضا بحي قيدي بالدار البيضاء حضرات هذين المثالين يعكسان هذه المجهودات التي كثفتها مصالح الدرك الوطني تماشيا مع هذه الأزمة حضراتها نعم الدرك الوطني المؤسسة الجمهورية تصار على حفاظ الأشخاص على المتلاكات نظام العام استثباب طمأنينة والساكينة العامة وضمان تطبيق قوانين الجمهورية شوفوا هنا في نشاطاتها في مكافحة الإجرام ما يمكن أن يتكافح جميع أشكال الإجرام في نطاق الإختصاص بالنسبة للأشكال أو الضوار الإجرامية التي تتسم بنوع من الخصوصية أو نوع من الخطورة فيتم سنوين إعداد مخططات خاصة مخططات خاصة على مساوى كل ولاية نشوفه هنا كما شفنا بعض المثال تعلق القضياتين هذه هذا أمثلا بين قضاية ومكافحة الإجرام لأننا يوميا كافح شبكات التجارب المخدرات عصابة السطو وسرقة المنازل إلى آخره عبر جميع ولاية الوطن العملية هي متواصلة لأن هنا منذ بداية الأزمة تعلق الوطني قيد ذلك الوطني تبدأت خطة عمل استباقية أنه لا تنسنو حتى تطور الأمور يكون أرد فعل المخطط لعمل تعنام بناء لثلاث محاور المحاور الأول مواصلة وتكتيف المجهودات من أجل ضمان سلامة المواطن وضمان الممتلكات تاعه هذا من جهة من جهة تالية مكافحة الانتهازيين الذين يدخلوا في المضاربة واحتكار السلع الذين يشوفوا بأثرت وخرقة نوع من الملبالة في وسط المواطن ودفعته إلى التكديس السلع والنقطة الثالثة في محور المكافحة المخطط الإسيتنائي هي مكافحة الإشاعات والأخبار المغلوطة والكاذبة التي نشوفوه تزاد في العدد تحت تطورت والتي تتسمى بنوع من الخطورة هذه المخطط الإسيتنائي وضعته قياد دركوطاني لمكافحة هذه الثلاث الظواهر بالموازات مع المهم اليومية هذا من جهة من جهة نشوفو مكافحة المضاربة نشوفو بين العمليات لمكافحة المضاربة مكافحة دركوطاني وضعت خطة 8000 إنجاز مداهمات القيام بتنفيذ مداهمات عبر 48 ولاية بطبيعة الحال المداهمات قبل أن تنفذ بناء على المعلومات مستقعة من موحداتنا حول مشتبه فيهم يقومون بتخزين سلع إلى آخره هنا في عملة مداهمات طبيعة الحال يتم إشراك مع المديريس التجارة هنا نشوفو بالمداهمات واللينا يوميا معلوة بدأت نحزو 2500 طن ألف ألف خمسة ألف طن بدأت تطلع نشوفو هنا الفاعلية تاع المخطط تاعنا بسكوردنا هنا درنا كما حاصرنا هذو المضاربين نعم ونشوفو في الأسبوع الفارق نشوفو الأسبوع الماضي عملية الحج يعني نقصت هنا ونشوفو المفعول تاع المخطط ولا كين خوف من القيام بالمضاربة ويتكشف الأمر تاعهم بضع مصالحنا وتحضروني قاضية تمام معاينتها في إحدى ولاية الشرق الوطن أنه خلال دورية لوحدة الدرك الوطني لقيت سلع مخصصة الإسلاك الواسع مرمية على الطريق الوطني هنا مول السلع هذا كان رماه على الطريق الوطني بقى يتخلص منها خوفا من اكتشاف من طرف الدرك الوطني هنا في مكافحة المضاربة كما تنشيط عوصل الاستعلام لمكافحة المضاربين في عقل ديارة وين يخزنوا سلع هذا من جهة من جهة تانية تكتيف المراقبة على شبكة طرقات لا ننسوش بالدرك الوطني عنده 525% من الاختصاص على شبكة الوطنية للطرقات التي تمثل في 115 ألف كيلومتر هنا لتضيق الخيناق على هذه المضاربين انتهازيين التي يستغلوا الضرف الاستثنائي والنقطة الثالثة مكافحة المعلومات المغلوطة التي يبدأت من معلومات بسيطة حتى معلومات التي تمث مؤسسة الدولة تمثل بساكية المواطن كم معلومات لدرت البلبالة درت حالة الهيستيريا إذا سمحت سيادة المقدم سنعود إلى هذا الموضوع بعد قليل الأستاذ سمير عمر في نفس الوقت الذي نتحدث كلنا عن التآخي وعن التضامن وأننا في أزمة يجب أن نكون سدا منيعا أمام مخلفات هذه الجائحة الكونية في نفس الوقت تجدوا بعض الأشخاص يستغلون هذا الوضع بالصواطير والسيوف والألعاب النارية الخطيرة ويعتدون حتى على المنازل على الأفراد داخل منازلهم تخيل أستاذ سمير عمر كيف يمكن لعلم الاجتماع أن يفسر سلوكا كهذا هل يفسر بنفس الطريقة التي كنا نفسر فيها هذا السلوك قبل الجائحة أو لا ربما لديه تفسير أخرى سيد سمير طبعا بسم الله الرحمن الرحيم في الحقيقة مسألة هذه ونحن في هذه الأزمة طبعا الذي يقال عنها حتى باللغة الأجنبية يقال أن هذه الأزمة هي عبارة عن وضعية غير منتظرة غير منتظرة مباهدة لا ننسى أن نحن نتكلم عن المجتمع وإذا نتكلم عن المجتمع فنحن نتكلم على الفرض والفرض لديه متغيرين أساسيين المتغير الأول الذي يتمثل في طبيعة الفرض بذاته يعني إنسان كل واحد منه عنده طبع معين وثم بعد الطبع هناك المحيط الذي يؤثر عليه وكلا المتغيرين يتأثرين فيما بينهم لما نجي المتغير الطبيعة هي متغير يضم أو يندرج تحت التنشئة تنشئة الفرض في المجتمع الذي يبدأ من مؤسسة اجتماعية رئيسية وهي مؤسسة العائلة أو مؤسسة الأسرة ثم ينتقل من الأسرة إلى المؤسسة التنشئية الاجتماعية الأخرى أنا لما تقول أن فيما يخص الجريمة إلى آخر زادت أو ما زال الجريمة كان من المفروض أن الجريمة في هذا الوقت تنعدم تماما ليس تنخفض ولكن تنعدم لماذا تنعدم لأننا نحن أمام واقع لا ندرك مآله ومصير لكن هل المجرم يدرك هذا أستاذ هل المجرم يدرك هذه الحالة هو إنصايد الداخل يدرك هذا ولكن هناك أنا أتكلم على الطبيعة السيد المحافظ كان يقول أنه كان يتكلم عن الجريمة من البداية مكافحة الإجرام نعم مكافحة الإجرام موجودة ولكن هذا الطبيعة التي لدي الذي يتتمثل فيه أن الفرد لا يمكن الاستغناء من عنها لماذا؟ لأنه تربى وانتشأ على هذه الطريقة يعني يسطو لما تكون ناس نائمة لما يكون الشارع فارغ لما تكون مؤسسة فهو يقوم بعمية السطو أو يقوم بعمية المضاربة كما حكى الآن الناس تقول هذا هو الوقت لابد أن تنعدم فيه وإذا بهؤلاء الأفراد مثلا في قضية مضاربة وأنا أشاطر رأي القائد أنه قال المضاربة موجودة بكثرة ولكن لا ننسى أن هذه المضاربة كانت موجودة بصفة عادية في الأيام الأخرى ولكن مع الجائحة هذه ومع هذه الوباء ومع هذه الأزمة لما انكثفوا المجهودات زادت لماذا؟ لأن كل أفراد في هستيريا كل الناس في هستيريا فهذه هي الفرصة تتعهم يعني وكأنه دوكوا لماكاش فبنسبة لي سيسولوجية كما قلت أنت تفضل تقول سيسولوجية الجريمة نحن في سيسولوجيا نختلف فقط في النظريات ولكن لا نختلف في الشيء الرئيسي وهو الفرد لأن نحن ندرس الفرد في المجتمع الآن نعود إلى قضية مسألة التنشية الاجتماعية التنشية الاجتماعية لديها عدة مؤسسات ولديها عدة أطراف الآن لماذا لا نرى الناس في العمرية الكبيرة هي التي نجدها في الجرائم ونجد في المضاربات ولكن نجد فقط الشباب لأن أنا أخاطب الشباب اليوم وأقول لهم فيما يخص المضاربة مثلا العام مروا طويل يعني بالله عليكم يعني متى تاخدوش فرصة هذه الأزمة حتى تزيد في سيلة لأن الإنسان الجزائري عنده طبع مؤين وكل الأفراد عندهم طيباء مؤين إذا سمعت هل أفهم من كلامك أن في أزمة كهذه هناك من لم يكن مضاربا من قبل الآن أصبح مضاربا حتى يستغل الوضع أستاذ سمير طبعا لأن نحن في السيسولوجية السيسولوجية الحضارية التي أنا متخصص فيها نتكلم كثيرا على فيزيقية المجال الفيزيق هذه الفيزيق المجال هي أن هناك مسألة مؤينة أن تكون في الشارع وما تنويش تقوم بعملية مؤينة ولكن الفيزيق يأتيك في قضية الحجر حتى الإنسان يمشون موالفين يبيع ويشري حتى هذا الشاب الذي كان متضامن مع أخاوته وإلى آخره يقول أنا إما أنا نشري عبطان ونبيع عبطان كما صرع في قضية ربافات قضية تولينا في السابق لم تكن هناك ندرة الآن كندرة لماذا أن الناس استغلت الفرصة ودائما نتكلم على طبيعة الإنسان لأن الإنسان لا يغيره إلا محيطه الذي يتمثل في مؤسسات التنشية الاجتماعية التي قلنا تكلمنا عنها من قبل جيد إذن المصالح الدولة دائما تكافح هؤلاء الذين تسول لهم أنفسهم من يقومون بعمليات إجرامية كهذه والحمد لله أستاذ أو سيد المقدم زيغد عبدالقادر كما كان يتحدث الأستاذ سمير عمر هناك بعض السلوكات الإجرامية يمكن للعلم أن يستشرفها وأن يستبقها نعرف جيدا أن مصالح الدارك الوطني تقوم وليس فقط على معالجة المعلومة آن وقوعها وإنما هناك أيضا دراسات استشرافية واستباقية ربما تستشف داخل المجتمع أنه ربما في المكان الفلاني وفي الزمان الفلاني يمكن أن تقع جريمة ما أستاذ نعم هنا بالنسبة لقيادة درق الوطني هنا متابعة مختلف ضواهر الإجرامية إذا سمحت نعود للزميل الأستاذ فيما يخص المضاربة هنا نسموه في الإجرام المجرم بالفرصة المجرم بالفرصة بالدلاي كنت بالفرصة في الأساس عنده البوادر للإجرام ويغتن لك فرصة شاف الفرصة يقدر يرتكم الجريمة لتحقيق فائدة أو ربح ما يرتكم بالجريمة شفنا عالجة عدة قضايا وين ناس شاف خرجة الإشاعات مع الأول للدولة حيث تحبس تزويد المواد غدائية ناس ما عندهم علاقة بالمضاربة قاموا بتخزين كمية كبيرة غضوة يطلع الثامن ويحقق الربح كما شهدنا النشاط متوازي لأن المجرم بالفرصة والمجرم الانتهازي يستغل الفرص التي تكون قدام هنا نحن بالمثال كاين قاموا بإنشاء ورشات صناعة مواد التطهير طريقة غير شرعية بدون تخذها الاعتماد الصحي إلى خير شاهدوا بإنشاء كوميرس وراءها كما نقول بالمفهوم العامية يدخل مدرعهم وهذه تأثر وعندها درجة خطورة لحصة المواطن حجزنا عدة كميات وين مواد التطهير المقلدة الماركات لعلامات أخرى ولا مواد ما عنده أصل وشوف درجة الخطورة نرجع هنا لسؤال سيد الكريم عندنا مكافحة الإجرام بطبيعة الحال القياد الدرق الوطني في مكافحة الإجرام تبنت مقاربة تبنى على تحليل الإجرام السائد هذا يعني المستوى المركزي وعلى المستوى المحلي عن المستوى المجموعة الإقليمية في كل ولاية كل مجموعة إقليمية عندها مقاربة إقليمية الجريمة يعني كما نقول في علم الاجتماع الإنسان هو وليد بيئته ويتأثر بمحياته يعني كل ولاية عندها خصوصيات في الإجرام ولاية حدودية مش كما ولاية شمالية مش كما ولاية جنوبية ولاية التي لديها شبكة طرقات تمر بزاف عليها ولاية التي لديها شبكة طرقات المستوى المحلي نسموه المخطط المحلي الأمن المخطط المحلي الأمن يقوم بتحليل جميع الأشكال الجريمة المعينة في إقليم الإختصاص تحديد مختلف الأنماط الإجرامية إلى تحديد النقاط السوداء هنا إذا سمحت سيدة المقدم حتى نستفيد منكم ومن أيضا الأستاذ سمير عمر فيما يخص النقاط السوداء هل الأحياء الجديدة سمعنا كلما كثيرا قيلة حول الأحياء الجديدة أن هناك إجرام يتنام في هذه الأماكن هل تؤكدون ربما هذه الفرضية التي تدولها الناس أو لا هناك معايير ومعطيات سيد نعم هنا توصلت حتى في سنوات الماضية وحتى بعض الأقلام الصحف حرب العصابات وليغونغ يعني استعمل مصطلح ليغونغ مصطلح كبير شوية الجانكستيريزم كما نشوف في دول متقدمة ومتسعمل السلحة نارية إلى خيره كانت تنظيم كيف إلى خيره شوفوا هذه الأحياء السكنية جديدة نشوف في السنوات الأخيرة هنا كانت توثيرة متزايدة في التعمير في الوربانيزاسيان وين تم إنشاء عدة أحياء في ضواحي المدن هذه عدة الأحياء كانت نسبة منها في اختصاص إقليب من درك الوضع هذه الأحياء هما تجمعات الكبرى للسكان كما نشوف على سبيل الميت القاضية التي عالجنا مؤخرا السكن عدل 1116 مسكن بعيد ما لحد لديك 1116 مسكن تدير كل مسكن فيه ربع أفراد شوش هل يوله السكان هنا كنتفسير واحد آخر هنا عندك سكان من عالم الحضاري يعني حضاري تنقلوا المنطقة ما هي ريفية ما هي حضارية هنا كنت كدس نوعا ما سكان هنا هذه المناتق يتميزوا بالكتفة السكانية العالية يتميزوا بالانونيما لأن نشوف 1116 مسكن عندك 200 مسكن جاي من الحي الفلاني 200 مسكن من الحي الفلاني هنا توصلت أن تلقى في نفس العمارة تلقى الجار لا يعرف جاره يجهلوا هنا كالانونيما وهذه تأثر هنا في العلم الجريمة المراقبة الطبيعية للسكان المحيط انتحهم كل الناس يعرف بهم هم يرقب بعضهم هنا لا يرقب بعضهم وصلت أن تلقى ولد الجار يسرق من تلقى تجاره والأخر لا يرقب هنا من جهة كان الظاهرة الظاهرة مربوطة بالعلم الاجتماع نرى الأحياء كم تم ترحيلهم الأحياء الهشة إلى آخره هنا كانت إرادة من الدولة لقضاء الأحياء الهشة الأحياء القصدية تحسين ضرور المحيشة لأنه تعتبر بأرة الإجرام الأحياء الهشة إلى آخره هنا نرى بعض المنحارفين هنا كما يقولوا نرى بعض المنحارفين تنقلوا الأحياء الجديدة قاموا بتكوين مجموعات كما كانوا في الأحياء القديمة تصل تلقى حي سكاني في ألف مسكن ألف وخمسمائة مسكن ألف مسكن تلقى مجموعة من المنحارفين تلك الحي الفولاني تلقى مجموعة من الحي الفولاني أولاد عصابتين أولاد مجموعات تلات مجموعات هذه من جهة وبالإضافة في بعض المناطق سكال محليين تلك البلدية التي رحلوا لها وإنك في بعض التفسيرات هنا صراع الثقافات. لأنه واحد جاء من المجتمع الحضاري. المجتمع الحضاري دراسة ثبتتها في جميع دول العالم. أنه لم يكن القيم هذه الاجتماعية. الانونيما. كان ينحيره بشوية بالنسبة للمجتمع الريف. أمور طبيعية بالنسبة للحضاريين. للآخرين غير طبيعية. كيف راحوا البلديات هذه؟. كانوا سجلنا حالات. وهنا هنا صراع الثقافات. كل واحد الموحدة. ووقعتها صادم. هذا ووقعتها صادم. ما بين هذه المجموعات. كانوا في نظرهم. أنه كما كانوا في حيهم القادم. من نظر المجموعات الملحارفين. يتقون بلس تصرف الحي الجديد. لا نظرش على السكان. كان مجموعة فقط من الحارفين. من نظر الحي القادم. حبوا يمارسوا نشاطات الإجرامية تحهم. التي كانوا يديرها من قبل. في الحي الجديد. وصرات صراعات. من بين شباب المنحارفين. تلك الأحياء هذه. سواء الاتجار في المهلوسات والمخدرات. سواء ما يأخذ على عادقه. مراقبة لباركينج. وكان حتى الاعتداء لمتلكة الغير. وصلب لمتلكة التحهم. أريد أن نكمل هذه النقطة. إذا سمعتني. هنا درك الوطني. المقاربة بتاعه. المقاربة بتاعه. هنا ما نسنج حتى أي سراء مشكلة. وما بدأت من الدخل. إذا سمعت فقط. سيدة أحدنا تحدث عن الإمكانيات المسخرة. من أجل القضايا. لما كنتم تشخصونه. الآن فقط نعود إلى علم الاجتماع. لديه باع كبير سيد سامير عمر. نعم علم الاجتماع لديه باع كبير. فيما كان يتحدث عنه سيدة المقدم. لديه تفسيرات ربما حقيقية سيد. ربما تتوازى وتتماشى مع التشخيص الميداني سيد سامير عمر. بارك الله فيك. على كلها نفاة سيدة المقدم. وأقول أن قضية القانج التي تكلم عليها. نعطي بارك مثال صغير جدا قضية. القانج التي تكلم عليها. هي وليدة منطقة في أمريكا. تسمى منطقة شيكاغو. وهذه منطقة شيكاغو. وحتى نيويورك نقوله. نيويورك نقوله. نيويورك نقوله. ناينتين توانتي. كما نقوله. تسعة عشر مئة وعشرين. في شيكاغو. كانت وصلت الجريمة إلى خمسة وستين بالمئة. فأحد السوسيولوجيين المعروف. أنا ذاك أمريكي. اسمه براون. يقول. أطاع اقتراح لولاية شيكاغو آنذاك. فقال. أنا أعلم بعد التحليل. وبعد قراءتي والآخرة. بعد التحقيقات. وجدت أن أغرب الجريمة. لأن الناس لا تتعرف ما بينها. ماذا فعل؟ أنشأ ما يسمى بالليجيتوس. وهي كما نقوله. ليجيتو. باللغة الفرنسية. وهذا ليجيتو. هي عبارة عن تقسيم كل منطقة. أو كل عمارات. أربعة أو خمسة عمارات. على حسب الجنسية. فكانت مثلا في شيكاغو. كانت أول الجنسية. كانت الجنسية الإنلندية. ثم الجنسية الإيطالية. ثم أتت الجنسية الأخرى. الأهم في ذلك. أنه استطاع أن يرقس الجريمة. من 65% تصور. 65% إلى 7%. بالنسبة لنا مثلا. ويمكن السيدة المقدمة يؤكد هذا. أن علي منجلي. التي الجديدة لعلي منجلي. التي تقع في قسنطينا. كانت أول دراسات. التي درسناها في السيسولوجيا الحضارية. وهي السيسولوجيا الحضارية. وتسيئة المدن. حيث وجدنا أن علي منجلي. مشكلتها كان في الموقع. وفي من استغل ذلك الموقع. في المواطنين الذين يسكنوا الساكنين. ثم انتقلت هذه إلى كل. نحن نعلم إقتراحات. قلنا مثلا. البناية الموجودة. الهشة أو البناية القديمة. يمكن لنا أن نردمها. نهدمها كامل. وفي خلال عام أو سنة ونصف. نبعث الساكنين الذين كانوا ساكنين إلى ترانزيت. ثم بعد عام ونصف. نعيده من نفس المنطقة. سوف تنخفض نسبة الجريمة ونسبة السرقة. لماذا؟ لأن نفس الأشخاص الذين كانوا موجودون في ذلك الماكن. سوف يعودون إلى ذلك الماكن. الآن. بالنسبة كذلك. باحتصار رأسا. باحتصار. بالنسبة لهذه الأحياء الجديدة التي نتكلم عنها. هي عبارة عن أحياء جديدة. لم تدرس حقيقة. لأن لبناء المدينة. لابد لنا من ستة أو سبعة تخصصات. أولها الجيولوجيا. ثم الهندسة. ثم تصميم الموقع. ثم الاقتصاد. ثم السياسة. ثم علم الاجتماع. وحتى علم النفس. يدخل فيها. لما لدينا إجرام في ولاية غرديا. لأن بناء مدينة غرديا. جاء على كل الإجراءات اللازمة. علميا. اقتصادي. ثقافيا. واجتماعيا. جيد. إذن قضية عمران. وقضية دراسة. واستباقية. قبل أن نفتح حيا جديدا. لماذا؟ لأن في هذه الحالة. كما قال ابن خلد. وأعلم أن الإنسان هو ابن بيئته. لا ابن طبعه. البيئة زيت تأثر. حتى هذا المنحرف. ليه كان في حي هش. لما يروح لحي حضارة. سوف ينسجب. إذن الحلول الموجودة. في عندي عظم الاجتماع. الحلول الموجودة. سأعود إليك سيد سمير عمر سيادة المقدمة. حتى نعود إلى الوضع الذي نعيشه على غرار العالم كله. تحدثنا عن هذه الأحياء. وقلت إن لقيادة الدرك الوطني. الحلول ولديها الإمكانيات التي تسخرها من أجل الردع من جهة. ومن أجل التحسيس أيضا سيادة. المقدمة. نعم. نرى هذه الأحياء الجديدة. هنا كما تفضل بها الأستاذ. هنا تأثير المحيط العمراني. نحن مختصين في المجمع. هنا في دول العالم. يرى الوقاية من الجريمة عن طريق المحيط العمراني. تعمير. ترى هذه المناطق شباحة دارية. التي كانت في اختصاص الدرك الوطني. ترى الأحياء الجديدة. التي كانت في اختصاص الدرك الوطني. التي جزء منها من اختصاص الدرك الوطني. كانت محل دراسة. ومحل تحليل من طرف قياد الدرك الوطني. وعلى أساسها سنة الماضية. تم إقامة ملتقى دولي هنا في الجزائر. مختلف الفاعلين. مختلف القطاعات الوزارية. مختلف الفاعلين. وحتى خبرها جانب. لدراسة هذه الإشكالية. وخروج باقتراحات وحلول. لكن بين الحلول التي خرجت بهم قياد الدرك الوطني. والتي تتوج بهم الملتقى على هذه النظمة. وقياد الدرك الوطني. أن يذهب في بناء الأحياء الجديدة. أو في بناء المدن الجديدة. أخذ بها الاعتمار البعد المعماري للوقاية من الجريمة. أعطيك مثال على سبيل بسيط. تبني مثلا حي تا 1,000 مسكن. مثلا حي تا 1,000 مسكن. ألفين مسكن. أخذت إلى سيتي دور طوار. هذه السيتي دور طوار. في النهار ستفارغ لأن السكان يخدمون في مكان آخر. وفي الليل ستفارغ لأن السكان يخدمون في مكان آخر. بين تقنيات تبناء الوقاية الجريمة عن درق العمران. كانت تقنيات يسمونها الاسباس ديفوندابل. مجالات المسحات. مجال من حي العمران يدافعه عن نفسه. كانت تقنيات كيف تبني الأحياء. وين يقدر أي ساكن من الحي. يطل من الطاقة تعملها في الندرته. وعنده نضرع لباركي. لا كان لزون مور. كانت تقنيات فيما يخص التعمير. فيما يخص الراشيتكتور. وكانت تجد حي مخصص للسكان. حي مخصص للسكان. وفي نسبة الإدارات. وين سيدو سويد؟. الفايدة هنا الغاية. بالحية دائماً عامر. سوف النهار. سوف اللي. هنا دائماً يأدارة يسك. هناك تقنيات هذه. هناك الاقتراح الكبير. الذي يخرج به الملتقى. وإقتراحة في قيادة درق الوطني. هو إدماج الوقاية من الجريمة. عن طريقة تهيئة العمرانية. كمحور أساسي لمكافحة الجريمة. هذا الأساس. بالنسبة للأحياء. هذه اللي تبنت من قبل. هنا طبيعة الحال. درق الوطني. نتلقى نقاط السوداء. كما نحن نقاط السوداء في مجال حوالة المرور. نقاط السوداء في مجال إجرام. يعني ما معناتها. هذه وحدة. وما تكفيش وحدها. لذلك اللي ترتكب فيها الجريمة بزاف. دونك هما البوانوار. ودفوا ليزون اللي تنطلق منها الجريمة. لأنه نشوفه عندنا. بعض الأحياء اللي تلقى بوأرة تتال إجرام. بسهما يرتكبش الجريمة عنده. يروح الحي المجاور. ويرتكب الجريمة عنده. نظرك هنا. خيادر كتواني. وش دارت. خصت أبتزان من 2005. درنا مخطط خاص. ينفذ من طرف كل مجموعة إقليمية. بصفة دورية. هي المدهمات لمكافحة أوكر الجريمة. بعد تعيين أوكر للتاع الجريمة. تتم عملية المدهمة للقضاء على هذه المجرمين. بالنسبة لحياة هذه. بطبيعة الحال. هنا ضعفنا في التغطية الأمنية. لأنها كينا في العاصمة بلديات. وين عندهم ربع خمسة ست فرق إقليمية. هي من قبل كل بلدية. عندها فرقة للدرك الوطني لتقابلها. هنا ضعفنا من حيث العادة الوحدات. وكينا في الناس التي تم إنشاء مركز للدرك الوطني. وهنا إنشاء فصائل أمن والتدخل. إقامة دوريات إلى خير. لأن هنا أساس تعلم المقاربة تعنا. هو احتلال المكان. لأن تواجد في المكان. يكون تواجد مطمئن للسكان. هنا بطبيعة الحال. ويكون تاني راضع في حالة ارتكاب الجريمة. جيد. وصلت الرسالة سيد زيغد. أستاذ عيمة. حتى نعود إلى الآنية. الثانية الآن. لأنه بدأنا بالكون مطمئن. بها ذهبنا إلى الإجرام. لأنه موضوع مهم جدا. وحتى نستفيد من خبرتي المقدم. وخبرتكم أيضا. لكن الآن حتى نعود إلى قضية الحجر. المنزل هذا. الحل ربما. الوحيد. ليس حلا سحرين. وإنما هو الحل الوحيد لمجابهة هذا الفيروس. هناك من لا يحترمه رغم التوعية. رغم التحسيس. رغم الردع. رغم الإعلام. ما هي الحلقة ربما الضائعة أو الضعيفة. والتي أدت إلى عدم احترام هذا الحجر. أستاذ عيمة. والله صراحة إنسان لما يقارن بين الحجر المنزلي. ويقارن بين الموت والفناء. فهنا يبرد دمه. يعني كما حتى في الشرع الإسلام يقول كفا بالموت موعظة. لماذا؟ لأنه إنسان رغم بين الحياة والممات. نحن أمام أعدو لا نعرفه. لا نعرفه. ونحن نتصوره كل يوم. العائلة كلها في قلق. كل العائلة في قلق. في هستيريا. لما في الكورونا هذا. ولما بعد في الكورونا. ما ننسوش. أنه حتى ما بعد الكورونا. إن شاء الله ربي يستنع على أي حال. أن هناك آثار تترتب. بعض المآلات هناك. ترتب. الآن آنيين. الكثير من الناس. أو مع البداية. حتى أنه بالنسبة للزمن الذي كان فيها الحجر. كان زمن طويل. كان من السابعة. من السابعة مساء إلى السابعة صباحا. والآن أصبح من الثالثة صباحا. يعني كانت المدة طويلة. وبعد بشيء إنسان يولف إلى خيره. يولف نقصنا المدة. أصبحت إلى الثالثة. الآن كنت نتصور لك أن كانت إلى السابعة. يعني كانت بقات إلى السابعة. كنت نتصور لك أن ما كانتش السابعة. كانت غير ثلاثة من الأول. سوف يكون هذا الحجر. سوف لا يعني. ما كانش واحد يحترم هذا الحجر. لكن مقارنة الماء. ما يترتب عن الحجر. إذن لماذا لم يحترم هذا المواطن؟ لماذا لم يحترم هذا الحجر؟ سيد السابعة. في الأول قلنا تكلمنا على المدة. تكلمنا على المدة. تكلمنا على التنشيء الاجتماعي. هذه قضية التنشيء الاجتماعي. لأنه بالنسبة للناس في العمارات مثلا أو للنسبة لي في الفيلات. في الأثنين لا يحترموش. كنا نقوله مثلا في العمارات. لأن الشخص في العمارات في مجال ديق جدا للأخير. ولكن في الفيلات كذلك كانت سعب ولكن لا يحترم. هذه طبيعة الإنسان والجزائري عنده هذه المخالفة. وليس فقط الجزائري. لأنه قضية متعلقة بالقلق. متعلقة بما لديه الإنسان وما لديه بداخله. لذا التوعية. اسمحني. أنا أقطعك هنا يا سيد سمير عمر. حتى نرب أربط كلامك مباشرة بالإمكانيات. وكيف يتم التدخل سيد زيغد من أجل احترام ما فرض على المواطنين. من أجل سلامتهم سيد سيد سيد. نعم. نرى هنا الإجراء التي تخذوا الدولة الجزائرية. والحجر بدأ بالحجر الكلي. نرى إليه البوليدة. ومن بعد الحرج للحجر الجزائي. ومن بعد الحرج للحجر الجزائي. بالنسبة لباقي الولايات. نعم. نرى هنا باعتبار أنه إجراء جديد. والمواطن لم يكن تعود عليه. نعم. بطبيعة الحال في بادي الأمر. الدرك الوطني في تنفيذه للتعليمات الخاصة بالحجر. قام بتوعية المواطنين. ومرافقة المواطنين والسكان. وإلتزام بتعليمات الحجر. لأنه إجراء جديد. لازم نخدمه بالاعتبار. حمالة تحسيسية التوعية إلى خيره. نعطيك على سبيل المثال البوليدة. عندنا الرقم أخضر عشرة 55. المجموعة لإقليم بوليدة. عدد الموكلامات التي تلقاتهم في الأسبوع الأول تعلق الحجر. ربع مرات أضعاف المعدل تعلق الولايات الأخرى. نعم. الناس تعايت رقم أخضر تسقصي. أسكن نقدر نتحرك الاستيطناق. كيف نجيب الترخيص. ومش مسموح لي. ومش مسموح لي. إلى خيره. نعم. هنا لتوجيه كذلك السكان. ولكن لدينا إشارة نقطة أساسية. الحجر هذا. هو محترم. النسبة جدا مقبولة. نعم. نعم. بعض سلوكيات المواطنين. الذين لا يحترم لك الحجر. بصفة عامة ومحترمة. هناك كيفية تنفيذ. هناك إقامة نقاط المراقبة. حول مداخل ومخارج جميع المدن. نقاط المراقبة في شبكة المواصلات. لا ننسوا. لدينا 85% من اختصاص على شبكة المواصلات. هذا من جهة بالإضافة إلى إعداد مخطط خاص بالتواجد في إقليم الاختصاص. عن طريق دوريات وتنفيذ الإجراءات ورفع المخالفات. الخاصة بالنسبة لا تحترم. لأنه في بداية الأمر رأي مرحلة توعية إلى آخره. بعدها نروح للسرامة. السرامة والردع. لأنه هنا نروح للسرامة. لأنه لو كان يبقى الأشخاص يخالفهم منه وليس يشكل خاطر على نفسه بركة. إذا هو مثلا بورتور سان تعلوي فيريوس. سيعدي لك ليراو هراي عنده. سيعدي لك وعنده أخرين. إنه يشكل خاطر. سيعدي لك أخرى. ومن بعدها هنا صار ما في تطبيق تعمل هذا لأنه هنا المصلحة العليا أعلى من التساهل في الحالات هذه. بدون نسيان أنه من في الحجر التام كي ناخده لولاية البوليدة. كي الحالة السيطنائية. الحالة السيطنائية اللي عندها تارخيص. من طرف السلطات العمومية. وكي الحالة السيطنائية طبية. هذه بيونسور. نحن ندرك الوطني الأفراد في الميدان. هوا يقدر لك الموقف. إلى آخرين. وواحدهم يمضي زوجة تاعه وحتولد. كي الحالة السيطنائية بيونسور. هذه الطبيعة الحال. بغض النظر السيطنائية وخاصة الطبية. لأخرى إجراءات رأي تطبق بكل صرامة. نشوفه على سبيل المثال. من بين أحد النتائج التطبيق متاحها. نشوفه تناولتها وسائل إعلام. الأسبوع الماضي في مدينة البوليدة. شخص قام بتصوير نفسه. ندرك فيديو. وقال لك بللي تهم وحدة الدرك الوطني. فرقة معينة. قال لك هم حبسوني في وقات الحجر. ودعمون دولي 500 مبلغ مالي 5 ألف دينار. ومديت لهم 5 ألف دينار. وقال لوني فات. هنا نكون في الإشارة. هذه معلومة مغلوطة. معلومة كاتبة. وين تفتح تحقيق. وتحرية تقنية. بعد استفاء الإجارة القانونية. بطبيعة الحال. 24 ساعة من البث الفيديو. تم تحديد هوية نشر الفيديو. ولمكان تواجد نتاعه. تم توقيفه هو. والشارك نتاعه. الذي كان معايا كان يصور فيه. بعدها السماع نتاعه. إلى آخره تحقيق معه. هو في السبب الأساسي. أنه عند هايومين تم إتخاذ إشراء ضده. في مخص الحجر. السيد باهي. ينتقم لك من. عراد أن يفتري. فرقة المحلية. قام بالإفتراء ونشر معلومة كيدية. مثال واحدة. نعطيك على حجر. مؤخرا عندها تلت أيام. تلت أيام. 48 ساعة. بالنسبة لمساوية أقنية اختصاص كاتب درجة وطنية بسيدي عبدالله. شخص من الرحمنية يقوم بإنشر فيديو. ويحرد المواطنين. بلوما كان لها حجر. يحرد المواطنين. وخرجوا إلى هذا. هذه هي الصرفات السلبية. أي شخص على سبب القانون الجزائري. أي شخص يقوم بإنشر منشورات أو فيديوهات. بغارة الدعاية من شأنها. الإدرار بالمصلحة الوطنية. وخاصة في الأزمة الكوفيد ديزناف. هذه معاقبة عليها قانونا. هذا تم تحديد. تم تحديد بعد السيفة لإجارة القانونية. فتح تحقيق إلى خيره. تم تحديد الهوية. تم تحديد المكان الجغرافيته. تم توقفه في صابحة اليوم. ليس لنخوف المواطن. وإنما يجب أن نعلمه بأن لمصالح الدارك الوطني. كل الإمكانيات بأن تصل إليه مكان. نعم. هنا لماذا نخوفه في المواطن؟ لأن الدارك الوطني هو شارك اجتماعي المواطن. الدارك الوطني هو شارك اجتماعي المواطن. يعني هي حماية. نعم. النسبة من مرتكبي والناشيري المعلومات المغلوطة. النسبة منهم لا يسعى على دراية. هذا الفعل هو معاقب عليه قانونا. هو قانونا ما هو معاقب عليه. هذا من جهة. من جهة تانية. الشيء الذي يشجعه في ارتكاب فعلي هذا هو كما نسموه احنا. الانونيما في العالم الافتراضي. نرك عنده كونت فيسبوك و بسودو. يقول لك واحد ما يعرفني. نركوه بالنسبة لي في الناحية السيكولوجية. بالذي ممكن أن يستطيع أي حاجة. الحاجة الثالثة أنه الشعور باللاعقاب. ما دمي ليانونيم. هنا. نحسس الفئة هذه. بالذي تنشر معلومة غالطة. ولا تدري فيديو. وتتهم شخص. ولا تتهم مؤسسة. ولا تتهم إجراءة دارتها الدولة. ولا لأبسط الأشياء. هناك تعبق قناعتك. لسبيل المثال. كي مزاف ناس يجالوها. لو كان مثلا شخص يصور لك شخص. ويقوم بنشر الصورة تاعة والفيديو. توزيع تاعة على الانترنت. لشيء بك التواصل. كي تصور شخص وتنشر الصورة تاعة. بدون موافقة تاعة. وراك هنا المأساس بالحياة الخاصة للأشخاص. المعاقب عليها قانون. كينا فئة هذه. ومن هذا المنبر نحسس الفئة هذه. رأنا في ظرف تاعة أزمة. كينا لعدم القيام بهذه الأفعال. ولكن يقول لك مجرد اللاعب. يقول لك أن نفعل فيديو ونفعله بوز. يقول لك أصحابه أن يقرأ فيديو. أن يخرج في وقص الحجر. هذه التصرفات. يجب أن تفادوا عليها. يجب أن تفادوا التصرفات هذه. ويجب أن تتمتعوا بالوعي. جيد. سيد المقدم شكرا لك سيد سمير عمر الآن. في علم الاجتماع دائما كحتنا نستفيد من خبرتكم الأكاديمية. السيد زيغد يقول لك أن الإشاعة والأخبار المغلوطة والأخبار الكاذبة. واستعمل مصطلحا قريبا للحقيقة. هي هذه المعلومات الكيدية. لأن هناك في بعض الأحيان من وراءها نوايا غير بريئة. لماذا تنتشر أكثر في الأزمات أستاذ سمير؟ أولا لماذا تنتشر في هذه الأزماء لرانا موجودين فيها؟ لأن هناك وقت فارغ كبير جدا رهيب. تنتشر كذلك لكي الإنسان يبين نفسه أمام الآخرين. فعوض أنه لما يكون في الحجر المنزلي. عوض أنه يعرف العائلة أحسن المعرفة. ينظم الوقت التاع. يقوم كذلك بتضامن مع الجيرانديال. وإلى آخر في هذه المناسبة. نجده يقوم بأشياء غير ذلك. كما قال السيد يبين نفسه أمام الآخرين. وكأنه لا ينسغر هذه الإجراءات. ربما ما زال يعتقد أنه في الفضاء السبيراني لا يوجد عقوبة. يعني ما يلحقوش له كما قال. لا وما كلهم على بلهم بلي هناك عقوبة. ولكن هناه يبين نفسه. لأنه على بل العقوبة فيها تلت أيام أو أربع أيام. لإثبات الذات؟ طبعا ولكنه لا يدري أن هذا القانون يكون معلول تلت أيام. بعد ذلك ما يصبح تلت أيام لما يتماد في العمل. في عملية دي لا يصبح تلت أيام. لذا أنا أقول. كما أقول من هذا المنبر. أنه بالنسبة لهؤلاء الناس. لابد أن لو كان ينظم وقته في بيته. في البيت. سوف يجد نفسه يحتاج إلى ساعات أخرى. لو كان يشوف اللي بريكو. اللي كايمبرك فضاء. يشوف بلي يحتاج إلى ساعات أخرى. لو كان يجلس مع العائلة دياله. مع الأولاد دياله. مع الإخوة دياله. يحتاج إلى ساعات كثيرة جدا. اللي يعرفهم حقيقة المعرفة. لذا هذا الحجر المنزلي جاء فرصة. فرصة لكي تنسى جملة هائلة من دارة وجديد. تعود تولي كما كان. أنا كنت نقول. لو كان جاء الحجر المنزلي هذا. وفي وقت لي ما كاشل وسائل. وسائل تكنولوجيات الجديدة. نحن دورب اليوم عندنا تكنولوجيات الجديدة. من الانترنت إلى آخره. بالنسبة للدرس. يعني يستغلها أحسن استغلها. يعني يقدر يستغلها. يقدر ينسى كامل الحجر المنزلي. لو كان ما كان يشهدوا كلهم. كان يعني تكون الحصيلة أكثر. بالنسبة ليهم يخرجوا. ويولون نفسهم فيها. جيد. حتى نختم سيرة المقدم زيغد عبد القادر. كمختص في الإجرام بقيادة الدرك الوطني. ربما ليس بكلمة أخيرة. وإنما رسالة أخيرة للمواطن. بضرورة الالتزام بما يقتضيه القانون. خليني نقول بما يقتضيه الشعب. بما يقتضيه الإنسانية في مثل هكذا ظروف سيرة المقدمة. نعم. أنا نمر في ظرفتها أزمة. وين تطلب مشاركة الجميع. وتطلب تضحية من طرف الجميع. شوف أدرك في العالم. مدام ما وصلش للقيقاح. ما وطبيعت الحال. أحسن وسيلة لكسر تطور المرض. هو الحجر والالتزام بالتباعد الاجتماعي. إلى آخره. شوفوا الدول الأوروبية في بادي الأمر. ما لتزمج بالأمور هذه. شوفوا رأي شكلتها. رأي عندها ألف الموتى. هنا لازم الالتزام بالتعليمات. فيما يخص الحجر. الالتزام بالتعليمات بالتباعد الاجتماعي. وهنا لديها للروح والحجر الطوعي. نشوفوا عن طريق ممارساتنا. وحادثنا في جميع الولايات. كان في عدة ولايات. ونشوفنا بين المواطنين. نرحوا للحجر الطوعي. هنا الناس تذهب للحجر الطوعي. كمبادرة من عندهم. لأن هذه المواطنين نرحوا على وعي. ومدركين. بل على قد ما ينقص التنقلات. وعلى قد ما يقي نفسهم المرض. ويقي عائلته. ويمنع أنه ينشر المرض للآخرين. هذه واحدة. الحاجة الثانية. يجب أن نذهب للحجر الجزئي والحجر كله. ومعنى تلك اللي عندك نسبة من الواطنين. لديه حجم ساعي كبير. يقضيه في الدار. لأنه في الحجر. ومعنى تلك اللي يستعمال كبير وقت كبير. مخصص للإنترنت. طبيعة الحال. تفحص جبكة اجتماعية. يجب أن يقين نفسه من المعلومات الكاذبة. والمعلومات الكيدية. والمعلومات الخاطئة. يجب أن يرى في الفيسبوك معلومات تم نشرها. مستعجل كذا وكذا. يتأكد أن يرى شاشة في جوجل. يرى وسائل أخرى مصادر أخرى. يعني يقارن المصادر. يرى فيديو. ترى فيديو. ترى في الكنتوني. ترى حبس هذا الكنتوني. تنوبيلات وليماغاسة. لا ترى البيزة الجنجيرية. لكن يجب أن يرى فبراكة. للإنشارة نشر معلومات. نرى حتى عاشرة أيام. لجنة الفتوى على مستوى وزارة الشواندينية. حرمت الإشاعة في زمن الأزمة. هذه من ناحية شرعية. لأن هنا الإشاعة في زمن الأزمة. وعلى سبب القانون الجزائري. يتعرض مرتكبها إلى عقوبة من 16 إلى 3 سنوات سجن. وإذا كانت المعلومة مستاقات من جهة أجنبية. يتعرض العقوبة إلى 5 سنوات سجن. هناك إنسان يجب أن يتمتع بروح المزئولية. وأن هناك ضرف أزمة بانتع الدول مرحلة هذه. يجب أن تضامن مشاركة الجميع. بحول الله. شكرا جزيلا لكم الحديث. معكم شيخ سيرة المقدم. زيغد أبو القادر المختص في علم الاجتماع بقيادة الدرك الوطني. شكرا جزيلا لكم على الإفاظة وعلى هذه المعلومات. أيضا شكرا جزيلا لكم على هذه المعلومات. الأستاذ سمير عيمر. أستاذ علم الاجتماع بجامعة الجزائر. شكرا جزيلا لكم على مشاركتنا في هذا الموضوع. وهذه الحصة المتواصلة. معكم ضمن برنامج الجزائر اليوم. إلى الورقة الرياضية. ترجمة نانسي قنقر أخبار الرياضة حذرها وأعدها. ويقدمها لنا زميلي إسماعيل ملودي. مرحبا إسماعيل. تحية لك سيد أحمد ولكل المشاهدين. نبقى دائما مع تدائيات فيروس كورونا. وما يفرزه من نتائج. وفي إطار استغلال الهياكل الرياضية في الضرف الحالي. وبسبب وباء كورونا دائما. أكدت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم أن المركز التقني الوطني لسيد موسى سيكون بداية من يوم غد تحت تصرف. زهاء ستين طبيبا تابعين لمستشفى السليم زميرلي. سيقيمون بالمركز طيلة هذه الجائحة. وهو ما أكده مدير الاتصاد بالفافة السيد أبو تصالح باي للتليفزيون الجزائري. من خلال حصة كلام في الرياضة. نتابع ما قاله. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر في ألعاب القوى يواصل البطل الجزائري عبد المالك لحول تحذيراته للموعد الدولية القادمة. رغم تأجيل الألعاب الأولمبية لهلول يتدرب بملعب خمسة جويلية أو قبض ذلك. نعود إلى التصريح. السيد عبود صالح باي بخصوص ما قاله عن تهيئة ووضع المركز الوطني التقني بسيد موسى تحت تصرف. ستين طبيبا تابعين لمستشفى سليم زميرلي. المركز يفتح أبوابه إلى السلك الطبي. حيث تقريب ستين فرد من السلك الطبي وشبه الطبي. سيقيمونا في مستشفى زميرلي بالحراج. سيقيمونا إن شاء الله في مركز سيدي موسى لمدة معينة. بداية من يوم الأحد إن شاء الله. لأنك تعرف الأسلاك ونحيهم بهذه المناسبة. في الجبهة ويواجهوا في الخطة الأمامية. هذه الأفا والأزمة الصحية. في أم الألعاب يواصل البطل الجزائري عبد المالك. لهلو تحضيراته للمواعد الدولية القادمة. رغم تأجيل الألعاب الأولمبية. لهلو يتدرب بملعب خمسة جوليا. وينزل بفندقي الملعب. مختار حماني زاره وقول في حصة تدريبية. وتوفيق دربال يقول. البطل الجزائري يواصل تحضيراته في ظل تواجده بالحجر الصحي بفندق ملعب خمسة جوليا. وهي تحضيراته التي يراها مناسبة لتحقيق أفضل النتائج مستقبلا. لازم عليك تكمل التدريبات. وهذا ما رأنا نديره؟ نحن في ملعب خمسة جوليا. رأنا ندربه لهذا الحلم الأولمبي. الأحلام لا تستطيع تحبس بين ليلة وضوحها. ملعب خمسة جوليا وأنا رأني في فندق خمسة جوليا. اسمه من الأصطاد من الأصطاد للأصطاد. سيجور شوية صعيبة دهنيا صعيبة. يعني كتكن تواجد وحدك. العلاقة مع المدرب الأمريكي بيرشون جوكسون. يعني نتواصله من خلال فيديوهات ولا إتيصالات. بعد التدريب قبل التدريب. أيضا مع المدرب اللي ينقل البدنيا جيروم سيميان. فرنسي مدرب كيفين ماير رقم قياسي في العشاري. البطل الجزائري عبد المالك لاولو في الأربعمائة متر حواجز. يعتبر تأجيل الألعاب الأولمبية بالقرار الصائب. كما لم يفوت فرصة دعوة الجزائريين الالتزام بالحجر الصحي. في ظل الظروف الصحية الراهنة. في تأجيل الألعاب الأولمبية أنا كنت مع هذا القرار. يعني جاء قرار صعب. ورح يمكننا هذا من تدريب أكتر. يعني مع المدرب بتاع بيرشون جوكسون. رح نزيد ونخدموه إن شاء الله للألعاب الأولمبية 2021. كل البلدان رح يتعاني من خطر مرض كورونا. ولنا لازم نتبع أوامر منظمة الصحة العالمية. ولازم نريحوا في الدار. وليتفادي الإصابة من هذا المرض. وليتفادي إصابة أحباتنا. قررت الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم تأجيل مباريات نصف نهاء رابطة أبطال إفريقيا وكاس الكونفيدرالية. رفقة تصفية مونديال أقل من 17 عند الإناث لا تاريخ غير محدد بسبب تفشي فيروس كورونا في القارة الصمرة. ووضحت الكافي بيين لها أن القرار جاء بعد التشاور مع منظمة الصحة العالمية. بالنظر إلى التطورات التي تشهدها جائحة كورونا في القارة الإفريقية. في كرة القدم دائما بعث رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جوني إنفانتينيو برسالة عبر مقطع فيديو إلى الاتحاديات الوطنية عبر العالم. يحطهم فيها بالإنخراط في مساعي الفيفا للتأقلم مع الظروف الحالية. نحن في الفيفا وفي ظل الظروف الحالية وضعنا مخطط يرتكز على ثلاث أولويات. أولا الصحة قبل كل شيء. ثانيا مساعدة الاتحاديات والعائلة الكوروية في هذا الوقت العصيب. ثالثا استغلال الوقت للتفكير في المستقبل وتبادل الأفكار. بالنسبة للصحة فهي أولوية قصوى وتأتي في المقام الأول. إذا كان علينا أن ننتظر فترة أطول فيجب أن نفعل ذلك. ولا نغامر بحياة إنسان واحد وليس من المعقول أن نرغم أحدا للعودة إلى المنافسة. إذا لم تكن الأمور آمنة بالنسبة 100%. أنا فخور بتضمن الذي أبداه الجميع وباستعمال كرة القدم لإيصال الرسائل للناس. هذا هو روح كرة القدم والعمل الجماعي. الفيفا تملك صمعة حسنة في الأسواق المالية. هذا ساعدنا لبناء أسس متينة. لذلك نحن جاهزون للمساعدة. وهذا من مسؤولياتنا وشرف لنا مساعدة الاتحاديات. التسيير المالي يجب أن يكون له جهاز تسيير مستقل لضمان الشفافية والوضوح. لقد طلبت من المجلس التنفيذي للفيفا الإسراح في صرف الدفعة الثانية من الدعم المالي للاتحاديات لمساعدتهم في هذا الظرف الاستثنائي. كما سنقوم بمساعدتهم في حماية منتخبها الأول الذي يعد واجهة البلدان. يجب إيجاد أحسن صيغة لحماية النوادي التي تعتبر هي نواة كرة القدم. وفي الوقت ذاته علينا حماية عقود اللاعبين والتحويلات. وهذا بالتحلي بالعقلانية والمرونة في المعاملات القانونية للفيفا. أطلب من الجميع السيراء معنا في هذا النهج الذي نراه سبيل الخروج من الأزمة. في الأخير أقول أن كرة القدم ستكون أحسن وتجمع الناس لما تكون الظروف مواتية وليس هناك خطر. الفيفا مع الجميع أطلب منهم التقيد بتدابير الوقائية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية. وكذا الالتزام بالإجراءات الوقائية المتخدة كل في بلده. خلال ندوة صحفية عقدها مدير تنظيم الألعاب الأولمبية. لا اعترفت شيرو موتو بأنه لا يوجد هناك تأكيد حول إمكانية تنظيم الألعاب الأولمبية. سلفا في نهاية جويليا وبداية أوت 2021. نظرا لاستمرار تفشي وباء كوفيد 19 عبر العالم وعدم إيجاد اللقاح الشافي للوباء. وأضاف بأن ما يمكن أن تفعله اليابان الآن هو بذل كل ما في وسعها من أجل تحذيرات جدة للموعد الأولمبي. ونحن في شهر أفريل تعاون نعود بكم لذكريات الزمن الجميل للمنتخبي الوطني للثمانينات القرن الماضي. الوقف اليوم مع ملخص لمباراة الجزائر البيرو التي لعبت سنة 1982 واثمانين. واعتبرها المختصون من أحسن المباريات التحضيرية لموديال 1982 واثمانين. وانتهت بالتعادل الإيجابي من توقيع هدف الجزائر ربح مجر. الملخص بتوقيع هيكي جسمي. موسيقى يوزع لبوربو بوربو كجنح أيمن يراوغ بوربو ينفلت يفتح فتح جميلة الحارسي الدخل وكاد كاد يكون مارك مارك في اتجاه منصوري يفتح منصوري في اتجاه الهجوم فتحه الطويلة وين موجود ماجر وبنشيخ ماجر يفتح ماجر وابوربو سجل لا ما تدخلش الكرة تصدمي أحد اللعبين تبقى عن تلمساني جميلة من تلمساني حقيقة مقوسة كما ينبغي فتح الكرة اللي سلح المنتخب البيرو محاولات قدفة قوية والهدف دقيقة قدفة قوية قوية لا يقدفة هذه ما كانش ينتظرها عمارة رقم عشرين دورتي رقم خمستاش دياز رقم ستاش أولشيا رقم ستة غلاسكاس وهذا كويسي في محاولة جميلة معاها مامو خلش لعبين كويسي الهدف لا ما تدخل سنكورة عجيبة عجيبة لقطة فنية رايعة يقوم بها اللعب كويسي ويمر الكرة تاولي كلمساني دام ريراد دكية وزيع الكرة ويشوف اللعب ماروك في وسط ميدان كيف يوزع الكرة كل ذكاء ياحي يدخل في المنتقة ياحي يراوخ ياحي ما زال محتفظ بالكرة ياحي فتحة جميلة والهدف فتحة جميلة والهدف فتحة جميلة والهدف كويسي ماروك اسرع قد ثلاث دقائق ماروك ما زال محتفظ بالكرة يبحث على مساعدة يوجد قندوز على الجيل اليوم من الكرة عرضية قندوز رح يفتح في وسط المنطقة مليح هدف 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 حقيقة كان هدف منتظر من ماشر هدف حقيقة يجي قبل نهاية المقابلة بزيج تخلق يشوف الإعادة التي علقتها بعد المحاولة الرائعة انت عمروك مشاهدين بهذه الذكرة من أرشيفي ومباريات المنتخب الوطنيين كنوا قد وصلنا إلى ختام حصادنا الرياضي شكرا على المتابعة وعودوا لك سيدعال شكرا لك زميلي اسماعيل ميرودي وبالجمال نعم هناك جمال أيضا في كرة القدم كيف لا يكون ذلك وحدا تتحدث عن ياحي وقندوز وكويسي جيل ذهبي بالطبع نختم برنامج الجزيرة اليوم لنهار اليوم نلتقي غدا بحول الله على نفسها القناة الإخبارية وإخبارية تلفزيون الجزائري ونفس التوقيت السادسة مساء سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة